بعد أقل من 24 ساعة على لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والجنرال مكنزي جرت في بغداد مراسم تسلم الجنرال جون بيرنان مهامه قائدا للتحالف الدولي في العراق خلفا للجنرال بول كالفرت استلام بيرنان مهامه جاء قبل أقل من ثلاثة أشهر على إتمام الانسحاب الأمريكي من العراق وتحول مهام القوات المتبقية إلى استشارية إذا كذبيرنان اكتمالية جاهزية القوات الأمنية العراقية في مواجهة الإرهاب ومع ابتعاد القوات الأمريكية عن العمليات التكتيكية إلا أنها ستبقى ملتزمة بالدعم المستمر للقوات العراقية في ضوء بنود ومخرجات الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن التفاهمات والتوافقات النتيجة بخصوص هذه النقطة تحديدا انتهت إلى اتفاق الطرفين على إنهاء جميع أشكال الوجود العسكري الأمريكي في العراق بنهاية كانون الأول 2021 ما يعني أن على المجموعات المسلحة والقوى السياسية المطالبة بالانسحاب أن تضع في اعتبارها الخطوة الأمريكية والكف عن شن الهجمات على القوات الاستشارية وبالرغم من افتقار الوجود العسكري الأمريكي في العراق لاستراتيجية واضحة منذ غزو الولايات المتحدة البلاد عام 2003 فإن انسحاب القوات الأمريكية بعد عام 2011 اعتبره كثير من القادة العسكريين والسياسيين خطأا استراتيجيا كبيرا لأنه فتح المجال أمام انتشار وتمدد تنظيم داعش في العراق وسوريا لكن السؤال الأهم الآن هو هل سيؤدي تحويل مهام القوات الأمريكية إلى تكرار سيناريو حركة طالبان في أفغانستان أم أنه سيجعل من العراق ضيعة إيرانية بشكل أكثر صراحة مما عليه الآن